اشتركوا في القناة 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 لازم نستمع اليهم ونحاورهم كويس قوي المعارضة قد تكون اقتصادية معارضين في السياسة الاقتصادية او معارضين في السياسة التعليمية هنجيب كل المعارضين على اختلاف اراءهم وتوجهاتهم وجايز تكون وجهة النظر دي هو هيوضح لي انا على حق ولا على باطل واللي بيعترض على حق احنا بمعاه اما اللي بييندوا اعتراضها الديم فاحنا اللي هنعترض عليه هل الغاضب ده ليه الغضب اساس من الصحة هل غضبه اي 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 مصلحة الجبائل للوطن هل هل حاجة دي كتير لا ما فيش خط احب ايام جمال عبدالناصر كان فيه معارضة وايام الملك كان فيه معارضة لا طبع مما الاستور قامت ليه الاستور قامت دول معارضين وما بعد جمال عبدالناصر كان فيه معارضين وايام السيدد Things كان فيه معارضين اللي بيعترض اعتراضها الدام احنا اللي هنعترض عليه احنا بنلعب على الشخصية على الحالة النفسية للشخصية بنلعب على ماضي الشخصية مش هنسمح للغلط احنا معتدين انا وجهانه ونستهل مع بعض ان احنا بتذاكر كويس جدا جدا مجال سياسي مجال اجتماعي مجال اقتصادي الدكتور حسن لما قدت معه في الفكرة عجبته في اللي ان هو بردك المعارضين جزء من الوطن من قبرش انه تجاهله والدكتور حسن بفكرة موصوبية مش هنسمح بالغلط في اي حد المحظورات داخلنا اهم حاجة انه تكون اراء صحيحة جديد في فكرته كتير جديد في موضعاته جديد في هدفه ولازم ان احنا نحتوي هذه الاراء المعارضة وهو مش كل معارض كره الوطن فيه معارض لمصلحة الوطن بالعكس احنا ممكن ناخد منها افكار احنا الهدف بتاع هذا البرنامج لم شامل الوطن مش لازم ناخد واجه الاخر لو كان هو اعتراضه على حق المعارضين معارضة سلبية الكارهين للوطن كل الحلقات هيكون فيها الاعتراض بني لا انا مش هقبل يكون هذا الموضوع في البرنامج لا مش موافقة انا براهن انا دايما براهن انا بقى لي اكتر من 35 سنة انا رهنت كتير جدا وكسبت الرهانة هو دكرت العتراض هو مستودع اسرار الكبار دائما قريب من متخذي القرار وكذلك هو من العامة صحفي لامع واعلامي مميز ونائب برلماني من الطراز الفريد الكاتب الصحفي والبرلماني النشط الاستاذ مصطفى بكي اذا عشنا سنوات طويلة من فساد والفساد كان سبب في نار غضب هي الاديبة والشاعرة الاستاذة فاطمة نعود المتطرف بصديق بأولا وهذا هتعملي معها حوار ده هما بيرفوضوا الحوار معي على كرسي الاعتراض الليلة الكاتب الصحفي الدكتور محمد البالي اذا كان فيه اتهام للاعلام انه يقدم مضمون فاسد فلانه من يتناول هذا المضمون الفاسد جمهور فاسد جمهور فاسد يراه البعض ساعيا من الشهرة فيما يراه البعض الاخر حميل للتقادم انه نبيه الوحش المحامي بالنقر انا بتصدرهم مش فنانات ولا مطربات انا بتصدر الدخلاء على الفن معنى الكاتبة الجريئة والاذاعية المخضرمة فريدة الشباشي رئيس جماعة حقوق المواطن في مصر شوفي هقولك على حاجة انا في مرحلة من ادق مراحل تاريخ المصر ضيد كرسي الاعتراض الليلة الاخواني المنشق او المستبعد على حد تعبيره الاستاذ مختار نوح المحامي بالنقر الدوريس ده اصبح موجود في كل المهمة كأنها تسبح ضد الطيار او كأنها تلقي حجرا في ماء الفكر الراكض ضفتي على كرسي الاعتراض الليلة الدكتورة امنى نوسي الحسنات تزهيبنا السياد لماذا تغلق رحمة الله على هذه الفنانة فلتعمل من المواقع وليهنأ بها الصائم والمسكين والفقير الذي لا يملك الطعام الا في هذه المائدة بهذا الشكل الذي فيه السخاء فانا اتعجب لهؤلاء الناس الذين يتعجبون من قولتي المحلل السياسي والاستراتيجي الدكتور سعد الظلم الاخوان صنيعة وبالمناسبة كل اللي عندك كل التنظيمات الإرهابية الإسلامية كلها الأصل الإخوان ريفي النهاردة هو الناقد الفني الأستاذ نادر عزي سمحيني دي لا كوميديا ولا دراما ولا شكل من أشكال الدحت فأساسه ريفي النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري رئيس تحرير بوابة الأهرام الغالبية اللي أنا حسته في الشارع في العموم حتى في السين أخيرة بينزل نصف الكوب الفارغ وطول الوقت عنده نظرة إلى حد ما بتحمل نوع أن تشأميش الكاتب الصحفي والإعلامي المتميز الأستاذ مصطفى بكري كيف سأل خير برحب بحضرتك على كرسي العتراض أهلا سهلا الأستاذ مصطفى بكري بتعترض على حال الصحفيين الآن شوفي أنا كان لها طبعا اعتراض شديد على مجلس نقابة الصحفيين السابق أو نقيب الصحفيين الحقيقة بالموقف اللي خدوه في حماية بعض زميل الصحفي وشخص آخر كانوا معاه ودخلوا النقابة أنا كنت مع الحل السلمي ورحت وقابلت السيد وزير الداخلية وتوصلت مع الحل السلمي في هذا الوقت عدت معها ساعتين ولكن للأسف فوجئت بحالة من التصحيط مطلوب رئيس الجمهورية اعتذر مطلوب مش عارف إيه مجموعة كانت تقود مجلس النقابة للأسف والمجموعة دي كان لها هدف سياسية أي ستة يبريل اشتراكين سويين وغيره من الكلام ده ودخلوا في النقابة عناصر جيت في هذا الوقت من أحزاب وقودة ونقابات وغيره وغيره بغرض حملة صدام وده كان اعتراضي الشديد على هذا الأمر وطلبتهم والتهم يا جماعة اللي انتو بتعملوه ده مش هيسيء لكم ده هيسيء لكل الصحفيين وبالفعل بقت صورة الصحفي في الفترة الماضية صورة صعبة وعشان كده الحقيقة يعني ما احترامي وتقديري للجميع أنا بطلب من النقيب الجديد السيد عبد محسن سلامة اللي اعلن عن فوزه بطلب منه بالفعل أن يعيد للصحافة رونقها وأن يعيد للمهنة وجهة الصحيح وأن يبقى عندنا ضوابط للأداء الصحفي أي حد يخرج عن ميثاق الشرف الصحفي لابد أن يحاسب في النقابة لأن احنا كنا نشوف الفترة فاتت يعني بعض الصحف وتحديدا الصحف الصغيرة أو الصحف اللي بنسميها صفراء تنتهك عرض المجتمع كله نفيش حد بعيد عن سمومها سواء رجال أعمال وده بغرض الابتزاز سواء إعلامين زملائهم أو صحفين زملائهم أو شخصيات عامة في المجتمع أو حتى سيدات الواحد كان يشوف حاجات بتنشر في الصحفة يخجل أيوه أنت إزاي تتكلم على سيدة محترما بهذا الشكل إزاي إزاي تسيء لها قدام أولادها وقدام أسرتها وقدام المجتمع وكانت النقابة الحقيقة في الفترة الفاتت سكتة عن الكل وكأنها ترضي الجميع وده ما ينفعش طبعا إذا لم يكن هناك إجراءات ضد أي تجاوز إحنا بنسيب الصحافة في مواجهة المجتمع وده ما يصحش ما يصحش طبعا لابد اللي عنده ألم لابد أن يحترم هذا القلم لأن دي مهنة مقدسة وطول عمرها نقابة الصحفين بتاريخها الوطني الكبير كانت علامة مهمة ودارا للحرية ما يجيش على آخر زمن وسيب مجموعات للعالمين هنا ومن هنا ما هو الدراع لحضرتك بتقوله يا أستاذ مصطفى أنه لازم يكون في محاسبة شديدة للمخطئ طبعا بدون محاسبة هتبقى الفوضى وإحنا عندينا ما يوجب هذه المحاسبة عندينا ما يوجب هذه المحاسبة في قوانينا وفي مساق الشرف اللي عندنا وفي إمكانية محاسبة أي حد قدام لجنة تأديف في النقابة الصحفين أتمنى في الفترة الجاية أن يبقى ده موجود إن شاء الله لما سافرتي والكلام ده كله بيحصل هنا حسيت بالظلم؟ ولا حسيت أن أنت على حق؟ كان شعورك إيه؟ حسيت بالظلم طبعا لأن أنا حقول لك حقول معلومة النهاردة أول مرة أولا في أي حد تاني وليسامحني المحامي الخاص بتاعي لأن ده مفروض من الأسرار يعني أي طبعا أنا كنت حاسة بالغبن في الأول إن اللي رفع علي قضية إزراء إسلام بيكتب الله بالتالي مربوطة يعني علاقته بالقرآن أصلا علاقة منتهية أعرفهاش ما بيفتحش المصحف وبعدين صعدت وكنت حاخد براءة والولد والخصم ده شتم القاضي فتنحى القاضي المحترم مستشار خالد جمل الدين وراح الدائرة تانية وخد ثلاث سنين أنا الآن بقول إن القاضي الجليل اللي داني ثلاث سنين أخطأ أو أساء قراءة كلمة كتبتها أساء كلمة كراءة كلمة كتبتها في البوست اللي هو كان محل الخطأ بتاعي أنا أول مرة أقول الكلام ده أول مرة غيره في المحكمة أول مرة أقوله في الإعلان أنا كتبت رغم أن الكابوسة القدسية قد مر بسلام على الرجل الصالح وآله آله اللي هي إيه؟ أهله أهله اللهم صلع سيدنا محمد وآله وصحبه أهل عمران أهل خليفة أهل أهل ألف لا أهل معناها أهل أو ذو أو القربة أو الأقارب أو الأخرباء فأنا كتب آله على الرجل الصالح وآله فالقاضي الجليل قرأها إلهه دي سبرينج ودي سبرينج تاني دي هجاء ودي هجاء تاني دي ألف عليها مادة لام هاء والتانية ألف تحتها همزة لام هاء هاء مينفعش يتقرز يا بعض فقال آله يعني إلهه تخطئ في ذات الإلهي ومن هنا جات المشن في خطة ثلاث سنين أعيوه أستقنفت بقى حضرتك طبعا أستقنفت كم طوصل الحكم إلى ست شهور ست شهور مع إيقاف التنفيذ ونظرا لأنه تاريخي كويس بس حضرتك مختيش براءة نهائية بس أنا عاملة دلوقتي عاملين دلوقتي معارضة شرف اسمها نقضة أو معارضة حاجة يعني رفع هيئة الدفاع بتاعتي أو عشان إن شاء الله ناخد براءة لأن لن أقبل إلي بالبراءة لأنني بريئة يعني هل أفكار حضرتك هي اللي قدت له ده؟ يعني حضرتك بقول ما ينفعش حد يضحي أو يقدم قربانا لله وهو يعز بالأضحية طب كان حيكت قسودي إيه؟ يعزبه يا سيتي حتى فيديوهات عن واحد ماسك رابط بقرة في الحيطة وماسك أمبوبة بوتجاز وزنها طن وبيعمل بيخبط على رأسها عشان تنيخ عارفة تنيخ يعني إيه؟ آآ تنزلت في التبرك في القرد عشان يعرف يتبح تمام فقاعد يخبط على رأسها يجي رابع ساعة وهي حرامت تترن مش عارفة مش عايزة توقع مش عايزة تنيخ فمسك سطور وقعد يكسر في رجلها وهي صحية وهي واقفة كده آآ فكتبت هذا البوست يعني أنا بنطاقت ده بنطاقت ده لأن الرسول عشان قال إن قتلتم في أحسن القتل وإذبحتم في أحسن الزبح مفيش حيوان يدبح لصطح حيوان ده أنت واستكينها لستكون حمية ولازم في وقت معينة وطريقة معينة لا تتبع خالص فكيف أصدق من يدعي أنه يضحي من أجل الله ويقدم قرباناً الله وغنينا عن قربنا الله ربنا عايزنا عايز رحمة وعايز عايزنا يعني يعني أنا مش عايزة استفيد في هذا الموضوع لأنه خلاص اتكلمت فيه كتير وكتبنا فيه كتير والناس كتبوا لكن اللي يعنيني الآن واللي معروف للناس كلها على ما أعتقد أنها أكبر مشكلة قبلتك في حياتك هذه قضية كيدية ومعروفة جداً لا لا دي أدفع من أنها تعتبرها مشكلة حضرتك ليك مقال اعتراضي على الصحافة بتقول فيه متى يعلنون وفاة الصحافة المصرية تقصد إيه؟ أقصد أنه الصحافة المصرية الوقتي تعيش مرحلة انحطات كامل بمعنى أنه أنت لما تيجي تقرني مستوى المنتج اللي الصحافة المصرية بتعمله تلاقيه منتج بائس جداً ليه يا دكتور؟ لا ما عندي ناس صحفيين كبار ما عندي ناش تجارب كبيرة ما عندي الأعداد كتيرة؟ لا ما هو ده مشكلة دي المشكلة في أساسها يعني أنا فاكر وإحنا في إعلام أنا خارج إعلام سنة 97 أنا فاكر أن قسم الصحافة كان حوالي 45 واحد فكان اللي بيطلع السوق الإعلامي عدد قليل وواضح المعالم ومعروف هو تعلم إزاي وحصل إيه الوقت أنت بتتكلمي عدد مهول من كليات الإعلام بيطلع ناس عدد مهول من أقصام الصحافة في كليات الأداب بيطلع ناس تعليم المفتوح بيطلع ناس حضرتك قلت أن التعليم المفتوح بيطلع عقول فرغة جداً 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 أنا كنت بتتكلمي المفتوح في كليات الإعلام مهازل يعني المسألة ما لهاش علاقة خالص بالمهن فجزء جزء من وخلي بالك أنه الإعلام تم إفساده من يعني كان في خطة خطة منهجية لإفساد الصحافة في مصر من منتصف التسعينة من مين يا دكتور؟ الصحفين لما دخلوا في مواجهة واضحة جداً مع النظام مع النظام مبارك في قانون 96 لخمسة يعني القانون الأولاني اللي هو قانون 93 لسنة 95 تان فيه بقى إيه الحبس عشرين سنة وبرمات وعجات الصحفين وقفوا وقفة يعني تعتبر من الوقفات المهمة جداً في تاريخ الصحافة المصري واعترضوا على القانون فعملوا قانون اللي هو 96 لسنة 96 فكان للمقابل الخطة بدأت أنه يعني هذه الصحافة طيب الصحافة الشريف عمل حاجة أعتقد أنها من الخطايا السياسية أنه خلى المهنة فعلاً بقى يعني يعني إحنا دعونا نقول إيه مهنة ملا مهنة بس أنت في منتصف التسعينات هو فتح الباب أمام الصحف اللي كنت بسمى الصحف الكبرصية فكنت تلاقي بقى مع احترام الشديد لأصحاب هزي المهن يعني بس أنا فعلاً شفت ده يعني ده كان تقريباً في الفاتح اللي اتخرجت فيها ودخلنا للوسط الصحفي فشوفناه اللي هو البدرون بقى اللي هو دخل بتوع محارة وسبكين وأهواجية أنا أخصم لك بالله أنا فيه واحد أهواجي يعني يعني كنت بقعد على الأهواء في بين الصراعات جنب الجامعة بعد ثلاث شهور فانا قاعد في الجورنان لقيته يعني رئيس قسن معقولة؟ كوي اه طبعاً في فيه فيه جورنان مثلاً آآ فابريك حوار مع الرئيس مبار شخصي وسبوه لأنه هو كان آآ ما حدش عاقبه هو قال مرة في خطاب قالك ده فيه جورنان فابريك حوار على لسان لأنه هو كان بيسيبي الصحافة دي عشان يضرب بيها الصحافة الجد بايس يعني هي موجودة ومنتعشة وبيتم تدعمها عشان لما يجي يعمل موقف مع الصحافة الجد ده بيقول الصحافة بتعمل ايه بتنشر عري وبتنشر خرافات وبتنشر مش هي دي يا فانت بالصحافة دي الصحافة اللي انت سبتها وراعتها وقدمت لها دعم وقلت للناس يعيشت يعرف كان فيه فيه جورنان انا كان فيه جورنانين في الفترة دي جورنان كان جاب واحد اسمه حوار مبارك اقول لك ايه مستشار التحرير ويطلع في الاعلام بتاع التلفزيون مستشار التحرير طيار حوار مبارك كويس عشان يدي ايحاء انه جورنان ده مدعوم من المبارك فجورنان تاني جاب واحد آآ كان عنده معرض سهرات او حاجة اسمه ريدا الجنزوري على ما فتك فقام حطه قال لك مشاريع التحرير ده الجنزوري أياما كان الجنزوري رئيسه ذات فكان فيه نصب علني يعني الصحافة كانت بتعمل نوع من النصب العلني حضرتك اعترضت على المفتي وقلت إنه لا يجوز أن يفتي في الأمور الدينية طب مين يفتي في الأمور الدينية؟ ليه بقى؟ اعترضت ليه؟ لأن الفتوى تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية أو مجمع البحوث الإسلامية أو عن لجنة الفتوى في الأزهر وهو الباشا المحترم يزع فوضى الإفتاء ده ودتنا في داهية سابوا المرحوم جمال البحوث حتى لو كان المفتي من الأزهر؟ أنا ما بكلمش على الأزهر ومش أزهر اتكلم فيه قرار تعيينه خلاص؟ قرار تعيينه هي حاجتين رؤيته للأهل للشهور للأهل العربية رمضان وشعبان وشوال وجمال الأول والآخر ورأيه الاستشار في قضاء الإعدام دول الوظفتين للمفتي سواء كان من الأزهر أو غير الأزهر واجهتي بالكلام ده للدكتور يعني يبقى وظيفة المفتي إيه؟ لو هو مش هيفتي يبقى وظيفته إيه؟ حاجتين رأيه الاستشار في قضاء الإعدام ورؤيته للشهور العربية في شواله ورمضان وشعبان بس كده كل واحد تعيين مفتي رجع قرار تعيينه وجهة الإفتاء تبقى الأزهر الأزهر أو مجمع البسي الإسلامي والفتوى لازم تصدر مجتمع ليه؟ أنا الكلام ده عامله من أيام أنا سلفائي يعني يعطلوا إنذار يعني أستاذا جهان والنبي تصبر علي أستاذنا دي حضرتك عشان الناس تفهم حضرتك أعلم من كل الناس اللي عينت المفتي أنه هو عنده القدرة على الإفتاء في الأمور الدينية أنا مش بقولك رجع قرار تعيينه وأنا قلتلك أنا عالم أكتر منهم هقولك على معلومة بقى للشعب وليك يم يوسف بطرس غالي خلاص؟ الراجل اللي هو المحترم مش هايزكوا رسم عشان توفر عامل تقرير مخابراتي الراجل ده جاسوس لحسن مبارك وقدمهه له بعدها بيزبوع عينه وزير الملايين الراجل ما تحب حصرته يا أستاذا جهان تقولي له عينه ليه وعملوه ليه؟ علشان كده اعتقلوك أربع مرات ومستنى الخامسة إن شاء الله بعد الحلقة دي على ما اعتقل ده أنا أحلى أحلى أيام حاتي في الاعتقال أنا على فكرة بتأمل إيه في الاعتقال؟ بالمناسبة في اعتقال واحده تمانين أنا عامل 8000 جنيه جوه السجن عملتهم إزاي بقى جوه؟ وأول شقة في حاتي خدتها من فلوس الاعتقال وأول عربية ركبتها من فلوس الاعتقال وأول جوهزك جوهزتها من فلوس الاعتقال يا نهربية ده وش روحلو عليك الاعتقال أه طبعا وبعدين أنا اعتقلت مع مين ده أنا كان فيه هناك فؤاد باشا سراك الدين مؤمنه الوضيبي أحمد فؤاد باشا نجد على كرسي ده راجل بمجهودي جوه راجل لا 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 التشبيه ده أنا اعتقال يعني لا تقل كنوشه حلو عليك أه طبعا أعملت حاجات كتير بفلوسه أه طبعا وقلت ولما أخدونا بعد موت استادات ومقتل استادات روحنا سلمنا على رئيس حسن مبارك في قصر العروبة وواحد اسمه عميد اسمه الله يرحمه الله يديله الصحة بيقول لي إيه الفلوس اللي معك دي هوحش قلت له خدمتوني خدمة العمر قال إزاي قلت له ما كنتش لقي شغلي برا لقيته جوه لقيته جوه قلت لسه تحت التمارين باخد عشرين جنيه طيب قلت إن الأزهر لا يتصدى إلى الفسق والأفكار المتطرفة ليه؟ شفت الأزهر ساكت عن إيه؟ ساكت عن حاجات كتيرة زي إيه؟ يعني إزاي الأزهر سايب الدراما المصرية بترتع في ربوع البلاد الزاي سايب الفن الهابط ليه؟ سايب الـ رأي الأزهر استشاري ما يقدرش إنه يوقف لا استشاري في قضاء الاعدام لا 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 يعني هو يقدر يوقف فنانات ويقدر يوقف أعمال فنية ويقدر يا أستاذة جهان الأزهر كان بغير حكام الأزهر كان بغير حكام هو مين اللي اصدى الملك فاروق لما حبي يفتي فتوى للسيدة أمه اللي اسمها مازك ولا مازك ولا ويدي فتوى لكن مين يتصدى له؟ مش برضو الشيخ المراقي؟ الشيخ الأزهر؟ أستاذة فريدة الشباشي حضرتك شايفة إنه المخابرات الأمريكية والموساد بيحاولوا يحاربوا الأزهر طبعا ازاي؟ يعني هما بيحاولوا إنه هما يمولوا ويشجعوا إنشاء جماعات لها سكر يعني الحقيقة متطرف أنا بسميه وش متطرف بسميه إرهابي لأن المتطرف ده بيبقى أكتر من العادي يعني يبقى كويس أكتر يعني بينما الأزهر طول عمره الإسلام وسطي الإسلام الرحب الجميل اللي بيستوعب كل الأفكار وكل التوجهات وكل حتى المذاهب الإسلامية يعني الأزهر ما عندوش يعني تفكري المشاكل اللي فاتت للأزهر نعم كان سبب من أسبابها المخابرات الأمريكية؟ طبعا لأنه النهاردة الأزهر يعني فيه ناسي عايزة تلقي عليه إنه هو يعني داعش ده الإسلام لا ده مش الإسلام والأزهر بيأكد ده يعني الإسلام حاجة تانية خالص شايف أنه الأزهر رفض يكفر داعش شايف الموقف ده زي؟ أنا مع عدم تكفير أي حد عدم تكفير أنا بلا أن داعش أنا معرفش إذا كانوا مؤمنين ولا كفر أنا أعرف إنهم قتل يعني يتحسبوا على هذه الدرائم على القتل لكن الدين ده عند الله؟ بالضبط كده طب هل الدين ده بالنسبة لهم سطار؟ طبعا لمصالح وأغراض أخرى؟ ليهم هما وضرر ليه نحن يعني أنا كنت بقول إن أنا لما كنت باجي أركب في المترو في باريس تاني الناس بتتفضل يا مدام وكده يعني بعد كده بقوا يبصوا لي ويخافوا كده من الملامح العربية فبقول لهم والله مش لابس حزام ناسف يعني إحنا يعني اللي عملوه الجماعة دول اللي هما المجرمين الإرهابيين باسم الدين الإسلامي خد يبالك الدين الإسلامي ده القرن الخمستاشر اللي احنا فيه مش معنى عمر ما كان ليه الوجه بس إزاي حضرتك رجال الدين ورجال الإسلام في العالم كله يوافقوا بكده؟ المفروض يبقى فيه وقف؟ لا مش موافقين محدش وقف كل رجال الدين سكتين طيب ليه أستاذة فريدة؟ أه هو بقى هي دي بقى أنا رأيي إن فيه قدر من السلبية أي يعني أنا بقول إنه لأ سلبية؟ أه يعني لازم نبتدي نقول بس مش نقوله بس يعني ونبتدي نتصدى الأفكار هؤلاء يعني لما واحد يجي يقولي مثلا إنه هو بيكفر ده أو بيتبح ده بتاعه أقوله لا الإسلام مش كده أرد بقى بالإسلام الإسلام أنا في رأيي أكتر دين فيه ديمقراطية وحرية رأيك لما ربنا عز وجل يقولك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لما يقول لكم دينكم وليا دين لما يقول لا إكراها في الدين لما يوصي بأنه جدلهم بالحكمة والمعزة الحسنة والتي هي أحسن يعني مش فكرة طبعا لا بس عايز أقول إنه فيه الجدال وفيه بالوسائل المحترمة بتاعة الحوار مش الدبح طب ممكن لما تيجي تقولي أتبحك ولا تقولي مثلا يعني تقولي الشهادة ممكن أنطق الشهادة وأنا مش مؤمنة فيها زيف هنا فيها تعند فيها فيها كمان يعني اقتراق على حقوق الإنسان يعني أنا أنت ملكش دعو بي أنا أقتنع أقتنع ما أقتنعش أنت ملك حضرتك يا أستاذ مختار قلت في كلامك دلوقتي إنه إحنا نقدر نقضي على هذا الفكر الإرهابي لو إحنا عايزين طبعا إزاي؟ لو توفرت الإرادة السياسية والقرار السياسي أكيد الإرادة السياسية أكيد متوفرة لا لا متوفرة لدى الرئيس السيسي بس وللي حوالي؟ لا اللي حوالي مش متوفر لهم القضاء على الفكر تربية والتعليم مش رغبة التربية والتعليم؟ مش رغبة والتربية والتعليم نصها فكر إرهابي نصها ونصها ما بيحييش العالم أغلب المدارس والمدارس بتعلق جدا وتفاخر وأي تلميز ممكن تسأليه في النص ده تعرفها على طول وممكن تعرفي أن المدارس لما ضغط عليها مبارك غيرت اسمها مثلا من كزل إسلامية إلى كزل اللغات لكن فضل سلوكة زي ما هو يعني حضرتك ترصد أنه في جهات تعليمية أو مدارس كتير موجودة النهاردة والأزهر برضو نفس الحكاة مش جادة والأزهر كلها جهات لسا فيها فكر إرهابي يعني خذي خلاص الرئيس يقف وحده إيوه تتخيالي أن فكر الرئيس المتقدم معا حد فيه لا ده هو ربنا اداله هذا الكلام له مش مجاملة له لحاجة إنما هو يقف وحده يقف بلا وزارات هو اللي يجتمع بالشباب حضرتك داتي بتشككني في الفكر اللي موجود لا ده حقيقي أنا أشككك ليما هو موجود قدام هو التربية والتعليم بتدرس حاجة ضد الإرهاب حضرتك قوليلي هل عندها كتاب تربية وطنية مثلا يفهمنا إيه هو الإسلام الصحيح والإسلام الإرهابي طب إيه الحاجات اللي بتدرسها اللي بتنمي الفكر الإرهابي مش مهم انت عايزة تقومي اللي عايز يقوم مش مهم إنه يقايد الإرهابيين لا يكفي إنه يقومهمش يعني تشايف حرامي جوا بيتك ومش عايزة تقوميك حضرتك بتوجه النهاردة كلامك ده المين مين المسؤول عنده لا أبقى تجيه وزير التربية والتعليم وزير الشباب وزير الرياضة وزير الثقافة طبعا كل دور ما بيقوموش بأي دور ومش عايزين يقوموا بأي دور وإمكانياتهم ما تسمح لهمش كمان يعني حتى لو حبوا هل في مصالح لا مصالح لا 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 مصالح لا طب ده ما فيش مصالح يبقى فيه إيه يا فندم انت عندك سوزان مبارك واحدة متهمة بالفساد ومع ذلك تولت كتاب القراءة للجميع نشرت الكتب في كل بيت مع وجوده كمبيوتر يعني لما يكون شخص طبعا مش هي اللي خططت في حد خططت نشرت أي كتب يا أستاذ مختار تقصد ثقافة للجميع طاع حسين بقى في كل بيت باتنين جنيه أنا قريت طاع حسين باتنين جنيه قريت للعقاد باتنين جنيه ونص هذا الكلام مشروع مشروع قومي علشان الوصول للأسرة اتحامل مكتبة الأسرة ودخلت البيوت لما الإرادة السياسية بيكون الناس اللي حواليها عايزين دي ما كانتش فكرة سوزان مبارك إنما من خلال نفوزها اتنفذت أنا بديها مثال لللي عايز يعمل مشروع ناجح قومي يعملوا اللي عايز يعمل مشروع لمقاومة الإرهاب يعملوا لكن ما بيعملوش وهو فضع لازم يعملوا هل في مصالح شخصية ده مش مصالح لا مش مصالح في عجز إمكانيات عجز إمكانيات طب إيه الإمكانيات اللي المفروض إنها تتوفر لهم فيساعدوهم على القضاء على هذا الفكرة الإمكانيات الموهبة موهبة في إعلامية نكحة زي مثلا حضرتك في إعلامية ممكن تقدم نفس البرنامج يتوقعش ناجحة ليه موهبة حضرتك حسس إنه فيه تواطق طيب؟ لا تواطق لا عجز عجز إحنا حطينه وزراء مشلولين في التفكير إمكانياتهم ما بتبعدش عن رأسهم قدامهم رئيس سابق الزمن ما عادل مجموعة الاقتصادية مجموعة الاقتصادية ما عرفش بتفكر إزاي لكن أنا بقرأ تطورها من خلال الرئيس مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا مرة تانية رجعنا وبنواصل كلامنا مع الناقد الفني الأستاذ نادر عدلي حضرتك اعترد على كسرة العرض الحصري وكسرة الإعلانات ده صحيح وجه الاعتراض لا وجه الاعتراض بصر كلها بتتكلم عنه يعني أنا لما يكون عندي مسلسل مدته أقل من 30 دقيقة بيتعرض على الشاشة لأكتر من ساعة ونص أو ساعتين يعني أتفرج على سبع دقايق تمثيل وشوف جنبهم ربع ساعة إعلانات واخد بالحضرتك أنا هتابع المسلسل ده ليه فكانت النتيجة أن الناس ثابت القنوات الفضائية اللي هي دفع فلوس كتير قوي في المسلسلات دي وراح تتفرج عليه في اليوتيوب ما خلاص أنا هتفرج على العمل في نص ساعة أسرع وأسهل أه إلا تقولي ناس ساعتين فلو تقلق أعلانات دول أسكية ينتبهوا يسحبوا فلوسهم ياخدوا الأعلانات ويمشوا بجد يعني أنا إيه اللي هيجبرني أن أنا أتفرج على مسلسل لمدة ساعتين ومسلسل كمان بايخ طب إيه اللي بيجبرهم يا أستاذ ندر هي فيه مكسب لبتاع الأعلان نفسه بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا لما أجأ تعاقب مع حضرتك بقولك أنت هتعملي الأعلان ده أوكي؟ أنا عاوز في اليوم من خلال القنوات اللي أنا هيتعرض عليها دي أنه تعالد لمدة 40 دقيقة بقى أدخل مسلسل فيك يا مصر مدته نص ساعة والإعلان بيعاد عرضه من محطة لمحطة 40 دقيقة في اليوم ليه؟ بأمانت إيه يعني؟ يعني بأمرت إيه بالزبط الأعلانات دي كلها بتجيب أقل من مليار جنيه كلها على بعضها كويس؟ المسلسلات دي بتتكلف 2 مليار طب مين اللي بيدفع المليار الإضافي ده؟ المحطات اللي برة كويس؟ اللي هي بتقولك حصري وبدون إعلانات وكذا يعني أنت فهمها؟ فبقت لعبة الإعلانات دلوقتي هي المسيطرة على المحطات الفضائية وده أضعف الدراما من ناحية ما بقتش هي العنص الأساسي وأضعف البرامج كمان على فكرة بقى الإعلان أهم من المزيع وأهم من التوك شو وخلاننا بقى كمتفرج عندي قنوات بقى بتعرض أفلام أجنبية زي الفول أو الفلام المصرية كمان القديمة وجديدة بعد أول ما تيجي الساعة 8 بالليل وعن خش في العك ده بقلب على طول وروح أتفرج على الأفلام لو عايز في محطات كورة روح أتفرج عليها تفهمني؟ يعني هم أسكية أو فاكرين يعني أنه هو لما يعرض لي من الساعة 8 مساء للساعة واحدة فجرا أكتر من ساعتين إعلانات وأنا هقعد عشان أتفرج عليه ده الراجل بتاع الأعلان يبقى عبيط والمحطة الفضائية تبقى عبيطة وأنا لو قعدت عشان أشوفهم أبقى عبيط تالت ما ينفعش يبقى فيه تلات أفتح كمان بيقولوا إنه لو يعرفوا إنه إحنا في استراحة الإعلانية بنقوم علشان نعمل شاي ونعمل كل الحاجات اللي نقصانا ونرجع لما المسلسل ييجي مش هيعرضوا الإعلانات دي أه طب لا صحيح ده يعني هي كان بيتبقى فرصة إن الناس تقوم تعمل كل الحاجات اللي نقصاها استراحة من خلال المسلسل فكل بيقوم اللي وراء حاجة بيعملها اللي وراء تليفون بيعملوا اللي وراءك في بيت شاي بيشربها ويرجع لما المسلسل يبدأ في حاجات أنا مش فاهمها شخصيا لو حد فاهمها في مصر بالرغم إن الإعلان في رمضان سعره أعلى بكتير من الأيام العادية يعني بيتقعوا فيه كتير لأ أنا هقولك على أرقام دي اتنشر في جرائد رسمية حكومية يعني إن الإعلانات اللي بتعملها المستشفيات واللي هي عاوزة فلوس عشان تعمل المستشفيات وتعالج أمراض ومش عارف إيه اتدفع فيها خلال شهر رمضان ربع مليار جنيه يعني لو كانوا تبرعوا بيها أساسا للحالات اللي محتاجة ما تدفعش اللي هما بيلموا لها تبرعات كان خلاص خلصت لا البنك الأهلي كان أعلن المجموعة ما دفع مش عارف إيه حوالي ربعمية حاجة وسبعين مليون يعني لا لا يعني هما بيتفع ربع مليون عشان يجي لهم 3-4 مليون يعني قصدي ربع مليار معلش هلسل الفلوس إحنا الفقرة دايما عندهم مشكلة بيغلطوا في الملايين والمليارات فلا وهي عندك ربع هجيب لك 3-4 يبقى في حزبة هنا برضو طب الفلوس دي برضو بتروح إزاي وفين يعني في تركيبة على أجهزة التلفزيون أعتقد إنها مش هتستمر في السنوات اللي جاية هتنهار تماما لأن شكل الدراما ما بقاش جاد يعني لما يقولك مجموع أكتر الأعمال الدرامية اللي اتعرض في رمضان إنه هو بيصور العمل يغد يوم عشرين رمضان يعني هو دخل من غير ما العمل يكتب كامل يعني وما صوروش وبيستخف بي وبيلسأ يعني بيسلق حلقات وبيشيل مشاهد لأنه ما يقدرش يصورها لوقت مش حيسعفه يعني هو بيستخف بي بكل المستويات أنا احترمه ليه يعني صناع هذه الأعمال أنا احترمهم بأمارة إيه يعني لما هم مش محترميني طول الوقت والقناة كمان اللي بتقالت أعمالهم مش محترماني طول الوقت بتقولي تقعد غزبا عنك عشان تتفرج على سبع دقائق وقدامهم عشرين دقيقة إعلانات إيه ده؟ ده أنتوا كده حاسيني المشاهد بتاعكم ده روابك يا مش مفروض يقعدوا قدام شاشة ديه أصلا الأستاذ أشرف العشري بيعترض على الأحزاب السياسية بيعترض على أدائها وإنعدام حضورها في الشارع المصري أعطاك ليه موقف منذ اللحظة الأولى لأنه كنت باره في 25 يناير وفي 36 فرصة جوهرية لن يجور الزامن بمثلها وهي من الظواهر النادرة في حياة المجتمعات والشعوب اللي بتتكرر كل مئة عام كنت باره أو كتبت في الأهرام وعند أكثر من مقالة في 2013 و2012 و2014 و2015 وجهت كتير من السهام النقدية بشكل طبعا فيه كتير جدا جدا للنقد البناء وقلت الأحزاب العدد للأحزاب وصل ما يقارد من 109 أو 105 حزب والغلبية في مصر غير مدركين أو غير ملمين بأسماء هذه الأحزاب وبالتالي عليكم أن تنتازوا أو تستغلوا هذه الفرصة وكل إليكم يعني أكيد أنا نفسي مش عارف أسماء 109 109 حزب الغالبية 90% من المصرين أو العملين بالعمل السياسي أو العمل الصحف أو العمل الفكري لا يعلموا على الساحة إلا أربعة أو خمسة أحزاب إليه أحزاب القادمة التقليدية الوفد، التجمع، الناصريين، حزب الناصري الحزب اللي كان عمل زمان وبقى الوقت تفتت طب ليه أداءهم ضعيف؟ وما لهم مقاموا على أساس إيه؟ هو كان فيه موجة للأسف الشديد بعد 25-36 سعوا لتوفير حاضنة سياسية من خلال الدولة ومن خلال الشعب في ذلك الوقت واحنا استفشارنا خير وقلنا عهد جديد نهجي جديد والمصار أصبح مفتوح لكل أن يدله بدل وأنه يشارك بالعمل السياسي حتى يلعب دور كبير جداً في التأثير في السياغة للقرار السياسي في مصر للأسف الشديد هوجة كانت فيه سيولة في الحياة السياسية في مصر بعض الأشخاص بعضها عائلي وبعضها شخصي لجوا لتشكيل أحزاب أو المطالبة لتشكيل أحزاب للبحث مورا عن شو للبحث عن أن يقولنا داي حضور في المشهد السياسي في مصر يعني حتى الشو مش بيعملوه؟ ممنوش للأسف الشديد لأنهم لم يمتلكوا الأدوات وضعاف حضرتك شايف أنه المصريين بيتصفوا بالنظرة السوداوية إلى حد ما إلى حد ما فيها نوع من جلد الزيت كتير للأسف شديد يعني أنا يعني إيه جلد الزيت؟ يعني تقصد إيه حضرتك؟ طول الوقت مثلا لو حقنا نجحات مثلا لهم دايما الغلبية اللي أنا حستوا في الشارع في العموم حتى في سين أخيرة بينظر من نصف الكوب الفارع وطول الوقت عنده نظرة إلى حد ما بتحمل النوع من تشأهميش حضرتك قلت أنه هما ما شافوش كل أي نجاح من النجاحات أو إيجابي اللي بعد مبارك وإخواني 25 يناير و36 أيها إحنا عشرنا الفترة ديت آه كان في أي مبارك بعض النجاحات فيما تعلق بالهامش فيما في نطاك الحرية التعبير وحرية الرأي وأيضا فيما يتعلق أيضا بتحت الفرصة أمام الفضاء الإعلامي لكن ما كانتش فيه تنمية ما كانتش فيه نجاحات اقتصادية كلنا عاش فيه النهاردة نتيجة تراكمات وأخطاء عشناها على مدار أكثر من 30 سنة كان هناك نوع بفعل من الخلل والتباعد في المشهد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في مصر بعد 36 وبعد 25 يناير حصل انفتاح المصريين للأسر الشديد ما استغلوش نجاحات هذه الصورة أو قيامها لتحقيق أهداف على مستوى الدولة ومستوى أيضا الحياة السياسية الاقتصادية ربما بعد 36 حصل طفرة كويسة علينا عتلف دون مواربة للحكومة ولا صنع القرار ربما أنا من وجهة نظرك المراكب بار أن في تطور حصل في البلاد التحتية لحد ما بار أن هناك أيضا مشروعات هناك لدينا خطة هناك أهداف هناك أطر زمنية محددة لتنفيذ مشروعات كبرى لتقل أهمية المشروعات تحققت في الستينات والسبعينات والثمانينات لكن طول الوقت قصرت مطالبنا وأحلامنا دون بازل مزيد من الجهد والعمل والعرق أجلت جعلت المصريين ينظرونا في بعض الأحيان إلا أن ما تحقق ليس كافيا في حين أنه لو كان سعر الدولة أو كرسياسية أو حتى الحكومة في بازل مزيد من الجهد والعرق في توفير استحقاقات النجاح أو الغطاء الجماهير ولتصادر الدولة المصرية ربما حققنا نتاج أفضل ربما كان لديهم حالة من الرضا والقناعة أن ما تحقق مردي لكن يتطلب أن يكون هناك السيرة على محورين محور الدولة وصورة تنفيذية ومحور المواطن المصري حتى يستطيع أن يحبس نوع من الطلاق في نية الأمر لتحقيق الأهداف بشكل مردي وربما يعيد نظرة بعض المصريين لمقاليد الأمور داخل الشرع المصري حضرتك اعتردتي على النقاب وآيتي الدكتور جابر نصتار وقلتي أنه النقاب حرام وهو شريعة يهودية أصلا النقاب الشريعة يهودية أنا أتكلم منه كأهل اختصاص أنا أستاذ عقيدة وفلسفة وقلتها بالإطار العلمي اذهبوا لرأي هذا إلى العهد القديم سفر التكوين أصحح 38 و42 ستجدوا فيه النقاب من الشرائع الرئاسية على المرأة في الشريعة اليهودية ده فيه هناك فيلسوف من الأحبار اليهود موسى بن ميمون وانا نقشت رسالة الدكتوراه لطالب عراقي من 40 سنة عن موسى بن ميمون موسى بن ميمون ماذا يقول؟ يقول أن خروج المرأة اليهودية إلى ردهة البيت يعني إلى خرج البيت دون غطاء الرأس والواكي تخرج من الشريعة اليهودية ولما تسأل سيدة لديها سبع أولاد خرجتهم جميعهم أحبار فيسألونها في اندهاش كيف خرجت سبع أبناء لك أحبار ماذا تقول هذه السيدة القمحية دي مشهورة في المشنة والجمارة فتقول أنا يعني حائط البيت لم يرى شعري ياه هذا والتشتري بس هم ما بيعملوش كده يا دكتوراه أمن شوفي وانا متشايفة عندهم نقاب هم هقول لا بعض التواقف اللي ببيت المقدس ما زالوا بالزين اللي أنا بقول عليه النقاب وحتى أذكر كانت أحد الصحف اليومية جابت كده جابتهم بالنقاب واثنين ثلاثة بالضفيرة اللي على الجنب دي كأنني أسير في شارع من شوارع مصر في مجموعة سلافيين آه لده موجود بس قلوا شوفي الأجيال الجديدة احنا بقى اللي بنعمل كده احنا اللي بنعمل كده دلوقتي احنا اللي بناخد النقاب ده هقولك ليه لأن النقاب تجزر ونتكلم هنا علم لا محبة ولا كارهة تجزر في الجزيرة العربية في القبائل اليهودية والقبائل العربية قبل الإسلام ولذلك حتى انظري للشواهد الملموسة يعني النقاب وجدناه منتشرا في الجزيرة العربية لم نجده في مصر يعني أنا لغاية من ما ينكرت خرجت من جامعة عمر ومشوفت واحدة منتقبة الشام لم يعرف الانتقاب ده ولا النقاب ولا المغرب العربي هو ليه تجزر في الجزيرة العربية لأنه وجد قبل الإسلام جاء الإسلام لم يفرضه ولم يرفضه أنا بتكلم هنا أستاذ بدقة العلم وأمانة العلم إنما فرض الآتي فرض غض البصر في سورة النور آية 30 وآية 31 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إذن هنا الأصل في تشريع الإسلام غض البصر وليس غطاء الوجه آدي واحدة الثانية الحق عندما يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن الجيب هذه المنطقة لأن كانت المرأة تضع الخمار على رأسها وتلقي بطرف في اليسار وطرف في اليسار وتسيب المنطقة المطلوبة وتترك المنطقة فعندما يأتي النص القرآني بتحديد الجيب هذا أمر له حكمة ولو شاء الحق أمر صريح نعم ولو شاء الحق أن يبقي على النقاب لقال وليضربن بخمرهن على وجوهن كالفرصة لابد أن نستوعب قيمة ومفردات النص القرآني في هذه القضية وأقول مرة أخرى أنا هذا الكلام تكلمت فيه أكثر من ربع قرن من منظور العلم الذي أعرفه جيدا كأستاذة عقيدة دخول الإخوان مبنى الكونجرس الأمريكي تعليق حضرتك شوفي أنا بعتقد أن ده تطور هم بيحاولوا يستعيدوا الحياة مرة تانية دكتور قبل كده كان يمكن الاتفاقات نقول إن تحت الترابيزة مثلا لكن دلوقتي بقت على الملأ لا ما هو أصلا أنت معتش أنا في تقدير إن الإخوان في فترة قريبة فاتت حصل لهم انتكاسة كبيرة كبيرة الحقيقة في حصل انهزام داخلي وأدى لتصدع في الهيكل التنظيم الإخوان لكن هم حاولوا في الفترة اللي فاتت يلملموا نفسهم أنت كان عندك لو إحنا فاكرين لما جاء ترامب كان ترامب وجزء من الكونجرس الأمريكي بيتكلموا في اعتبار إن هم هيمرروا قانون باعتبار الإخوان المسلمين منظمة إرهابية والكلام ده إحنا اسمعناه يعني ما كانش وتردد كتير على ألسنة الكونجرس أو على ترامب نفسه وترامب كمان في وهو بيتكلم مع البنتاجون وكلفه بإنه يدي له خطة أو رؤية لمكافحة الإرهاب وموقف الإخوان في 30 يوم يدي له وأعتقد أنه خلصوا الكلام ده لكن زارتهم تريزا ماي زارت ترامب بعديها ما عودناش بنسمع على الموضوع بريطانيا وتجرأوا بقى أكتر أنا أعتقد أن بريطانيا اللي رتبت المعاد بتاع بعض الفلول الإخوان للكونجرس والحقيقة سمعوهم الكونجرس لكن المسألة مايش بالبساطة أن يبقى أمريكا لها توجه وبسرعة بتغير عشان الناس قالت لا دي مصالح وأمريكا أو الغرب عموما مش بتعامل معاكي من بكيميا وبمصالح لا المصلحة فوق كل اعتبار بريطانيا أنا في يقيني أنها دولة راعية للإرهاب وكان يجب أن احنا امتلك الجرأة في أكتر من موقف مش موقف واحد كتير موقف كتير جدا لبريطانيا معاكي على الأقل النهاردة اللي ظهر قدامك أنها بترعى فين قيادات الإخوان اللي بتهرب فين قيادات أي تنظيم إرهابي في العالم بتهرب بتروح بريطانيا فيها دولة هل بداية ظهورهم لما كانت بريطانيا موجودة في مصر لا مش لما كانت هم البريطانيين اللي عملوا الإخوان هي اللي صنعتهم لما كانت موجودة في مصر وصنعت المشابلهم في باكستان الكلام ده من التلاتينات وبداية الأربعينات والعمل القاعدة ما هي بريطانيا اللي عمل دايش مين اللي عمل دايش ودرب دايش وجهز دايش كانت بريطانيا وسلمتها لأمريكا بريطانيا اللاعب الأساسي في المنطقة من 1916 لغاية النهاردة بريطانيا اللاعب كبير هيعود على بريطانيا بإيه دكتور ده كله حضرتك خبير لا في الفترة اللي جاية هيعود عليها بإيه بأمنها لا خد بالك بريطانيا خرجت الانتحاد الأوروبي وبتتكلم على الدولة الوطنية ولما تسمع تريزامي بتتكلم أو الرؤى بتاع المحللين السياسيين القدامة في بريطانيا بريطانيا كأنها بترجع لمستعمراتها تاني في المنطقة أو تخطط للعودة للإمبراطورية البريطانية القديمة بدليل اللي عملته احنا قلنا من شوية مع ترامب على الإخوان الحاجة التانية مجرد نجاح ترامب وسقوط كيلنتونو حصل هلع لدى الأشقاء في الخليج إيه اللي حصل؟ أول اجتماع لقادة دول مجلس التعاون الخليجي حضرته تريزامي واتكلمت عن اتفاق استراتيجي بين بريطانيا وبين دول الخليج اتكلف 104 مليار سرليني وإنها بتعلم منها الآن ما معناه أن الحماية لهذه المنطقة على بريطانيا يعني بمعنى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندها رؤية لاستعادة إمبراطورياتها القديمة اللي هي قبل 1916 يعني إيه؟ يعني اللي المنطقة فيه النهاردة نفس تقريبا اللي حصل في المنطقة قبل 1916-14 سنين نفس الأحداث نفس الترتيب نفس الدول الوظيفية نفس النهايات الترفية داخل الدول هيا الإخوان بالنسبة لبريطانيا ولا لغيرها إيه؟ دي نهاية ترفية زيها زي أشخاص عند جزء في الإعلام جزء في الرجال الأعمال جزء في الإيدلوجيين سواء كانوا كده ولا كده يمين أو يسار فيهم كتير نهايات ترفية للخارج بيشتغل يعني مش دول وظيفية بس يعني مش تركيا وقطر بس اللي بتشتغل لا أنت عندك ناس جوة هنا بتشتغل ومش هنا بس في كل الدول العربية دكتور سعد حضرتك نورتيني النهاردة شكرا وبشكرك على وجودك على كرسي الاعتراض شكرا مش رهيدينا بشكركم وإلى اللقاء الأسبوع اللي جاي وضيف جديد على كرسي الاعتراض شكرا شكرا اهلا شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة